قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت هذه مقولة شهيرة يعرفها الجميع ولكن هل تعلم ما نفعله قبل تناول الطعام له أيضا تأثير كبير على صحة الجسم اليوم سوف نخبرك عن ثمانية أشياء يجب أن لا تفعلها ومعدتك فارغة ونقصد بالمعدة الفارغة مرور فترة لا تقل عن ساعتين بعد تناول آخر وجبة ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا تابعونا رقم ثمانية تناول مضادات حيوية لا يمكن تناول الأسبيرين والبرستيمول وغيره من المضادات الحيوية على معدة فارغة فهي لا تقلل من فعاليتها فقط ولكن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل نزيف المعدة نصيحة أن تناول الحليب يقلل من الآثار السلبية للمضادات الحيوية وإذا لم يكن متوفرا يمكنك تقليل الأضرار بشرب الكثير من الماء رقم سبعة شرب القهوة حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة والمسالك الهضمية الأخرى إذا شربت على معدة فارغة قد يؤدي تخطي وجبة الفطور وتناول القهوة على معدة فارغة إلى نقص السيروتونين والمزاج السيء لبقية اليوم نصيحة إذا كنت غير قادر على التخلي عن عادة شرب القهوة أول شيء في الصباح فعليك تناولها بالحليب سوف يقلل ذلك من التأثيرات السلبية للقهوة رقم ستة مضغ العلكة إن حمض المعدة المنتج أثناء مضغ العلكة يدمر بطانة المعدة الفارغة والإفراط في مضغ العلكة قد يؤدي إلى التهاب المعدة كما ثبت علميا أن الناس الذين يمضغون العلكة يفضلون الوجبات السريعة كالبطاطا المخلية والحلوة بدلا من الفواكه والخضروات النصيحة مضغ العلكة المحتوية على المحليات الطبيعية مثل السوربيتول أقل ضررا من تلك التي تحتوي على سكر كذلك تجنب مضغ العلكة لأكثر من عشرة دقائق حتى على معدة ممتلئة رقم خمسة النوم يمنعنا الجوع ومستويات القلوكوز المنخفضة من النوم وتسبب النوم السطحي والاستيقاظ المبكر ومن المسير الاهتمام أن قلة النوم تزيد من مستوى هرمونات الجوع وهذا هو السبب في أننا نأكل أكثر في اليوم التالي بعد تخطي وجبة العشاء نصيحة خداع النفس بالنوم وأن تجاعه هو أيضا فكرة سيئة الحل الأفضل هو تناول منتجات الألبان لأنها تحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم وهذه العناصر ستضمن نوما سليما رقم أربعة ممارسة الرياضة هناك من يقول أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تحرق المزيد من السعرات الحرارية في الحقيقة هذا لا يؤثر على فقدان الدهون بل يؤثر على فقدان العضلات نصيحة من الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل أي نوع من التمارين لأن النشاط البدني يحفز إنتاج حمض المعدة رقم ثلاثة التسوق كلنا يعلم أن الجوع يجعلنا نشتري أغذية أكثر مما نحتاجه بالفعل في الواقع أن المعدة الفارغة تجعلنا أكثر شراها للشراء حتى في المتاجر غير الغذائية نصيحة لا تذهب للتسوق وأنت جائح كذلك تظهر الأبحاث أن الأشخاص يميلون إلى إنفاق أقل عندما يدفعون نغدا بدلا من بطاقة الاعتماد رقم اثنان شرب عصير الليمون تتسبب الألياف الحمضية والقاسية الموجودة في الحمضيات في تهيج معدتك الفارغة وهو أمر خطير على وجه الخصوص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المعدة أو معرضون لخطر الإصابة به نصيحة الأفضل شرب عصير الليمون بتخفيفه بالماء بنسبة كبيرة وبذلك نحصل على فوائد الليمون ونقوي حمض المعدة رقم واحد المناقشة والجدال لقد أثبت الباحثون أن الجوع يجعلنا في حالة من العصبية من الصعب التحكم بها ويحدث ذلك لأن ضبط النفس يتطلب طاقة وهذا يكون صعبا عندما تكون المعدة فارغة نصيحة إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتناول الطعام قبل المناقشة والجدال فاشرب شيئا دافئا وقدمه لخصمك أيضا هذا سيجعل المحادثة أكثر ودّا دمتم سالمين ومعتمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا العجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته